التقى وزير التربية وتعليم وتعليم الفني محمد عبدالاطيف مع مماثل اليونيساف في مصر جيرمي هوبكنز لمناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم المشروعات ذات الأولوية لتطوير منظومة التعليم قبل الجماعية حيث تمنى الوزير الشراكة القوية مع اليونيساف مؤكدا حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم وتقديم تعليم دي جودة عالية فضلا عن تحسين جودة التعليم الرقمي من خلال استفادة طلاب من المنصات والمصادر الرقمية وتعاون لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في السوق العمل ومن جهته أشهد ممثل اليونيساف بإجراءات تطوير المنظومة التعليمية في مصر مؤكدا أن مصر تضم أكبر نظام تعليمية فضلا عن دورها ريادي في أفريقيا والشرق الأوسط كما أكد التزام اليونيساف بدعم جهود الوزارة رامية إلى تحسين جودة التعليم والوصول إلى تعليم جيد من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لجميع الأطفال في مصر شكرا 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 شكرا